السؤال الثالث عندي مبلغ من المال في البريد وأريد أن أسحبه وأضعه في البنك لزيادة الفائدة لزيادة الريع ما بحبش كلمة الفائدة ليني غير صحيحة غير صديقة على فكر لزيادة الفائدة لكي أستعين به في زواج ابنتي فما حكم الشرع في هذه الفائدة المرتفعة لا وأنت لما تضع المبلغ ده أنت بتمول مشروعات البنك في أشكال كتيرة لتمويل مشروعات البنو الشكل الأولاني إداء المال في حساب جاري أو حساب استثماري في حساب جاري أو حساب استثماري لما الحساب الاستثماري هو اللي بيجي عليه ريح يبقى الحساب الاستثماري هو الحاجة التانية الوديعة ده كمان تمويل لمشروعات البنك الحاجة التالتة شهادات الاستثمار كل ده من قبيل التمويل فالريع الذي يأتي عليه دريع عائد ده ربح وليس فائدة ولذلك يجوز أن أنت تأخذ هذا المال وهذا المال من قبيل الحلال ومن قبيل المباح وهذا المال الذي أخسته إن شاء الله ربنا يبارك لك فيه وهو من المال الحلال ليه؟ لأنه ليس من المعقول أنه حد يقول دلوقتي أننا لما بدع المال في البنك أنا بقرد البنك لأن البنك ببساطة خالص القرد نوع عقد من عقود الارتفاق عقد بيقولوا حتى بيصنفوا على أنه عقد من عقود التبرع لأننا بتبرع بيعائد عذا المال ومحدش قال أبدا أننا لما بدل البنك الأموال فأنا بعمل إيه؟ فأنا بحاول أن أنا أقرد البنك هذا ليس صحيح نيتي مش كده أنا أقاصد أن أنا أعطي البنك عشان أربح والبنك يربح يبقى أنا قصدي أننا أحصل على المال وأن البنك كمان يحصل على نوع من أنواع الربح ونوع من أنواع الحصول على مراده يبقى عندنا الغرض متاع المتعاقدين ما فيوش خالص أن فيه حد بيرتفق بالتاني ده واحد قصد الربح واحد قصد الإرباح خلاص يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى ده ليس من قبيل القرد يبقى مش عن طبق عليه قاعدة كله قرد جرى نافعا فوربا ما فيش هنا ما فيش قرد عامل بالضبط زي واحد بيقول له ما عزة ولو طارد ما فيش قرد يا سيدي ما فيش قرد عشان يبقى حرام قال لي بس الفايدة سابتة قلت له أعمل عارف إن الفايدة سابتة بس هي مش فايدة أولا لكن ده مش فايدة سابتة دريع محدد مسبقا وإحنا في حيات كتيرة ممكن نحددها مسبقا في الشركة ممكن نحدد كمان في المضاربة قال لي انت بتاخد بس فلوس على رأس المال قلت له أعمل باخد فلوس على رأس المال لما هو ده اللي بنشتغل قال بس دهات ممكن يكون يوقعنا في رأس المال ما فيش رأس قال لي طب ليه العائد ده سابت قلت له هو محدد مسبقا بس هو بقى أنت في أمام عينك سابت لكن هو متغير متغير ليه والدليل على ذلك أنه ممكن يتدخل ببنك المركز ويغيره لو كان سابتا ما كانش ممكن يتغير أعمل إيه أعمل أنا شايفه سابت ليه قال له لأنه انت مش بتشاء مش بتمول مشروع واحد من مشروعات الإيه من مشروعات البنك بتمول جملة مشروعات البنك ففيه خسارة وفيه ربح وفيه صعود وفيه مؤشر بيطلع وعشان كده استخدمنا شوية حاجات استخدمنا الدراسات المستقبلية استخدمنا كمان دراسات الجدوى استخدمنا دراسات السوق واستخدمنا كمان الجدوى الاكتوارية والمؤشرات الاكتوارية فخرجنا بحساب ممكن بشيء من الاختصار وشيء من التبسيط زي كده متوسط لكل المشروعات دي وهو ده التحديد المسبق للريع وعشان كده ليس هناك ما يسمى اني ده ثابت لكن محدد مسبقا احنا كده ردين على كل الشبهات وعشان كده الفلوس اللي انت تأخدها دي جائزة وحلال لو سحبتها من هنا وحطتها هنا ده جائز وليس حراما نعم